في عدد بقى من المؤسسات اللي بيشتغلوا فيها أو بيشتغلوا ضمنها لو انتوا فاكرين واتكلمنا عن القصة دي في أكتوبر احنا اشتغلنا على تمويل الجماعة وأوضحنا بالأرقام والأدلة أن هذا التمويل يعتمد في جزء كبير منه على تمويل دول ومؤسسات ويعني أعمال تستخدم لتوظيف الأموال وغسيل الأموال سواء هي مؤسسات إسلامية أو أهلية جمعيات أهلية جمعيات ثقافية في أوروبا كل ده بيدخل ضمن الأموال اللي بتروح لي الجماعة في النهاية عندنا مثلا هذه المؤسسات الجمعية الثقافية الإسلامية أسسها أحمد عبد الرحيم وغالب همد سنة 79 وهذه الضراع الطولة للتنظيم في النمسا ويندرك تحتها عشرات الهيئات والمساجد والمؤسسات الثقافية دي إحدى المؤسسات اللي اكتشفوها في النمسا عندنا مؤسسات أخرى مثلا الجمعية الثقافية الإسلامية بيدرها الإخوانيان السوريان الأصل جمال وأيمن مراد وأيضا دي إحدى أذرع الجماعة في النمسا نيجي بقى ليه الأكاديمية الإسلامية التربوية في فيننا الأكاديمية الإسلامية التربوية في فيننا ودي تعني بتخريج مدرسين الدين في النمسا يعني هو كأن النمسا هذه الدولة الصغيرة الحقيقة كلها مساجد كلها مؤسسات دينية أحد من قيادات هذه الجمعية أو الأكاديمية شقيقة القيادة بالتنظيم الدولي للإخوان إبراهيم الزياد وطبعا فاروق الزياد بقى ورده الإخواني الكبير الأكاديمية دي بقى تحتها هتلاقوا إيه؟ هتلاقوا مؤسسات كتيرة جدا منها الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا مسجد النور في جراتس اللي كنا بنتكلم عليه شوية مسجد الهداية في فيننا اللي كنا برضو بنتكلم عليه شوية لو كان رئيس مجلس إدارة المسجد ده طلع أحد الإرهابيين اللي تم القبض عليهم مسجد الرحمن في جراتس كل دي جمعيات ومؤسسات في النمسا تم اكتشاف أنها جمعيات تجمع الأموال لتوظفها للإرهاب